الروائي تشارلز ديكنز من اعلام الادب البريطاني في القرن التاسع عشر عرف بالنقد اللاذع للانحراف القيمي في مجتمعه ولد ديكنز في انجلترا ونشأ في حي فقير في سن الثانية عشر سجن والده بسبب الديون اضطر لترك المدرسة والعمل في تلميع الاحذية والعيش بعيدا عن عائلته تجربة الالم المبكرة تركت اثرا بليغا في نفسه وشكلت مفهوما جديدا للحياة في ذهنه المتوقد جعله متعاطفا مع الفقراء وخبيرا بقسوة عوالمهم طور الطفل العصامي موهبته في الكتابة واثرى معارفه بمفرده في سن العشرين بدأ العمل مراسلا لصحف محلية نشر مقالات وقصصا قصيرة باسم بوز المستعار حضيت اعماله بشهرة واسعة شجعته على نشر روايته الاولى مذكرات بيكويك على شكل حلقات شهرية حققت نجاحا منقطع النظير بين العامة وجمهور النقاط نال شهرة عالمية بانتاجات مميزة جمع اسلوبه بين قوة الحبكة والتشويق والنقد اللاذع الساخر انتقد انحراف المجتمع عقب الثورة الصناعية وانحاز الى الفقراء والطبقات العاملة وصف ايامهم الشاقة بواقعية مؤثرة وعر التناقضات الحادة في بلاده خلال العصر الفكتوري مصورا صراع الانسان مع نظام اجتماعي فاسد ماذا قرأتم لتشارلز ديكنز؟